إلى مراسلنا من غزة باسل خلف الذي يتابع تفاصيل مسيرات التشييع التي تنطلق إلى المسجد العمري الكبير تفضل باسل الآن السيارات التي تقل الجثمين الشهداء انطلقت بالفعل من مجمع الشفاء الطبي وتسير في الخط شارع عمر المختار الواصل من مجمع الشفاء الطبي إلى هذا المكان حيث نقف نحن الآن أمام المسجد العمري الكبير حيث سيتم تشييع جثمين عشر من الشهداء شهيد طارق عز الدين وكذلك الشهيد البهتيني وعائلاتهم بالإضافة إلى طبيب أيضا وأحد أبنائه أعلن عن استشهاده ساعة فجر هذا اليوم ومن بين الشهداء سيدات وأطفال جرى إلقاء نظرة الوداء عليهم في مجمع الشفاء الطبي وانطلقت سيارات وحافلات وكذلك أنصار من حركة الجهد الإسلامي وكذلك مواطنون الفلسطينيون من المتوقع أن يشارك في هذه الجنازة جنازة تشييع هنا المئات من الفلسطينيين يمكن أن تتضح الصورة أيضا هناك تجهيزات من قبل العناصر الأمنية لإستقبال هؤلاء المشيئين الذين سيأتون تباعا أو وصلوا تباعا إلى هذا المكان على جنبي هذا الطريق الذي يعد سوقا رئيسيا في مدينة غزة لكن كما نشاهد فيها الصورة أغلقت جميع المحال التجارية الموجودة في هذا المكان منذ ساعات صباح هذا اليوم ضمن حالة حداد وحزن شديد على هؤلاء الشهداء الذين أعلن عن استشهادهم ومرة أخرى هذه الجنازة تسير كما علمنا ببطء حتى يشارك أكبر عدد من الفلسطينيين في مسيرة التشييع التي تأتي من شارع عمر المختار وتحديدا انطلاقا من مجمع الشفاء الطبي تمر بساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة وهي أيضا أغلقت المحال التجارية هناك ثم وصولا إلى هذا المكان حيث نقف نحن الآن في المسجد العمري الكبير حتى اللحظة لم نعلم أو لا نعلم إن كان ستشارك قيادات من حركة الجهاد الإسلامي على الأقل من المكتب السياسي في التشييع أو إلقاء كلمات في العادة في مثل هذه الحالة يتم إلقاء كلمة للقوى الوطنية والإسلامية داخل المسجد العمري الكبير وكذلك كلمات للفصائل الفلسطينية لكن حتى اللحظة من حيث أقف أنا هنا الآن لم أشاهد أي من قادة الفصائل ربما الوضع الأمني وأصوات طائرات الاحتلال التي تحلق في كل مكان أو ما حدث فجر هذا اليوم يترك انطباعا بأن الأوضاع ما تزال خطرة على الأقل إمكانية أن تشن طائرات الاحتلال غارات جديدة أو تستهدف شخصيات من تلك التي من الممكن أن تظهر وتشارك في مثل هذه الحالة خاصة بعد استشهاد أو إعلان استشهاد خليل بهتيني وهو عضو مجلس عسكري في الجهاد الإسلامي وصراع القدس كذلك جهاد الغنام وأيضا الشهيد طارق عز الدين إذن حتى اللحظة نحن ننتظر وصول يعني أو بدأنا نشاهد وصول هؤلاء المشيعين سواء بالحافلات أو مشيا على الأقدام من مجمع الشفاء الطبي إلى هنا إلى منطقة المسجد العمري الكبير أيضا هناك تشيع في جنوب قطع غزة لشهدين في مدينة رفح وهذا التشيع سيتم في منطقة مخيم يبنى إلى الجنوب من مدينة رفح لأيضا الشهيد جهاد الغنام وهو أحد أعضاء المجلس العسكري الذين تم استهدافهم ساعات صباح هذا اليوم المجلس العسكري لسرائي القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي يمكن القول بأن حركة الجهاد الإسلامي قالت بأن ردها قادم لن يتأخر وقالت أيضا أن المقاومة موحدة وصفوفها موحدة وبالتالي هي تحاول الرد حول طبيعة تأخر الرد هناك كان حديث حول أن هناك ردة متأخرة لكن واضح أن الفصائل الفلسطينية تبحث ألية الرد المشترك حتى هذه اللحظة ونتوقع في أي لحظة أن يخرج بيان للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تتحدث فيه سواء عن الرد أو يسبق ذلك شكلا من أشكال الرد سواء التقليدية بإطلاق صواريخ أو أي رد آخر متوقع يمكن أن تقدم عليه فصائل المقاومة الفلسطينية شكرا باسل خلف على هذه الإحاطة إذن باسل ينقل لنا تفاصيل مسيرات التشييع التي انطلقت من مجمع الشفاء إلى المسجد العمري الكبير هناك أيضا مسيرات أخرى تجري في مناطق أو في أجزاء أخرى من قطاع غزة لعدد آخر من الشهداء إذن هناك حتى الآن عدد أو مشاركة كبيرة من الفلسطينيين في هذه المسيرات لا يبدو بأن هناك مشاركة حتى الآن من قادة الفصائل الفلسطينية الذين يعقدون اجتماعا طارئا الآن وينتظر خروج بيان أو مؤتمر صحفي بعد هذا الاجتماع للإعلان عن شكل وطبيعة وحجم رد المقاومة الفلسطينية على الاعتداء والعدوان الإسرائيلي فجر هذا اليوم الذي أدى إلى سقوط أكثر أو 13 شهيدة حتى الآن وعدد آخر من الإصابات ترجمة نانسي قنقر